قادر منتخبنا الوطني للكونفو اليوم العاصمة عدن متوجها للعاصمة المغربية الريباطة للمشاركة في البطولة العربية الثامنة للكبارة خلال الفترة من العشر وحتى الرابع عشر مايو الجاري وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني للكونفو بعد فترة قطع طويلة دامت لأكثر من عشر سنوات بسبب طروف الحرب وتداعياتها السلبية على قطاع الرياضة وكان وكل الوزارة لغطاع الرياضة خالد الخليفي التقى برئيس الاتحاد الكونفو محمد رواحة قبل مقادرة بعثة المنتخب إلى المغرب وناقش معه الغضايا المتعلقة بمشاركة المنتخب في البطولة العربية مؤكدا وقوف الوزارة ودعمها لمشاركات الاتحاد الخارجية رسوة ببقية الاتحادات ترجمة نانسي قنقر